لا تدري ان بالباوربوينت في امكانك تتحول من شكل الى شكل اخر بسلايد ثاني بهذه الطريقة مثلا من الشكل الدائري الى الشكل المستطيل او اي شكل انت تبغى فيصير التغييرات بالشكل هذي بداية نروح ندخل الشكل اللي نبغاه فمثلا هنا انسرت شيبس بعدين هنا ابغاه تبدأ كدائرة هنا فوق يمين وبعدين اروح اسوي سلايد ثاني فاضي اروح احط فيه الشكل اللي ابغاه يتحول له فمثلا خليني اقول ابغاه احوله مربع كامل طيب الان كيف راح احوله من الدائري الى المربع لازم اروح اضغط على الشكل وهنا داخل شيب فورمات اروح اشوف السيلكشن بين الان لازم نوحد الاسم فمثلا هنا احط علامتين تعجب في البداية بعدين اسميه تست واروح للشكل الثاني في السلايد الثاني وسميه بنفس الاسم علامتين تعجب وسميه تست ايضا وبعد ما سميتهم نفس الاسم اروح احدد على السلايدين بعدين اروح على ترانزيشنز واضغط مور الان بما ان اسماءهم متشابهة احنا قلنا لابغاه يتحول من الدائري الى المربع فلو اروح ابدأ العرض الان زي ما تشوفون يكون الشكل الدائري لو اروح السلايد اللي بعده راح يتحول الى مربع اهم شي ان الاسم يتشابه وقصية المور راح تنقل الشكل من الشكل الاول موجود عندنا الى الشكل الثاني ويعطيكم الف عافية ان شاء الله فدتكم ولا هنتوا لايك وسبسكرايب لتعمل فائدة شكرا